هطول المطر على ولاية الجبل الأخضر يعد الأعلى سنويا بحسب المؤشرات إلا أن الطبيعة الجغرافية والتكوينات الجولوجية للجبل والضخة المتزايد للمياه أدى إلى انخفاض من سوب المياه الجوفية هذا ما كشفت عنه الورقة البحثية الأولى التي استهلت بها أعمال ندوة المياه في الجبل الأخضر ضرورة تنموية واستدامة بيئية والتي نظمتها الجمعية العمانية للمياه بالتعاون مع مكتب محافظ الداخلية وبمشاركة مختصين من جامعة السلطان قابوس وعدد من الجهات الحكومية والخاصة من أهم النقاط التي نسعى لتحقيقها هو الموائمة بين مخرجات البحثية وبين التطبيق على أرض الواقع نتائج هذه البحوث هناك كثير من البحوث والدراسات تقام فالهدف الرئيسي بأن الموائمة بين هذه المخرجات وبين ما هو مطبق على أرض الواقع بهدف لاستفادة القصوى من النتائج والاستفادة القصوى من المياه المتوفرة في البيئات الجبلية الندوة التي تتواصل على مدى يومين في ولاية الجبل الأخضر تستعرض أوراقا علمية وبحثية تناقش استدامة الموارد المائية وأثرها في المناطق الجبلية والأثر البيئي والتنظيمي في استدامة الموارد المائية وحركة المياه الجوفية في المناطق الجبلية المياه في الجبل الأخضر تتميز أو الجانب الهيدرولوجي في الجبل الأخضر يتميز بمعدل هاط المطري الأعلى يصل إلى 348 ملي متر في العام إلا أن التكوين الجيولوجي من حدارات للسفوح الصخرية والتشققات والصدوء والتكهوفات التكوين الجيولوجية تتم من خلاله المرور السريع لهذه المياه المتغلغلة وبالتالي تخرج من مناطق الاحتياج إلا أن هناك مكان جوفية موجودة ولكنها غير كافية لتواكب التطور والنمو في القطاعات المختلفة بالجبل الأخضر الموارد المائية في الجبل الأخضر بين الوفرة والندرة وتجربة سلطنة عمان في إنشاء السدود الأهلية والاستمطار الصناعي في سلطنة عمان من أبرز المواضيع التي تناولتها الندوة والتي تسعى إلى مواءمة البحوث والدراسات مع الممارسات الحالية في قطاعات المياه والزراعة والبيئة وأثرها في تنمية المناطق الجبلية وستخرج ندوة المياه في الجبل الأخضر ضرورة تنموية واستدامة بيئية بتوصيات من شأنها الإسهام في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها في هذه الولاية التي تشهد حركة تنموية متسارعة سعيد بن الديب الهنائي محافظة الداخلية ولاية الجبل الأخضر ترجمة نانسي قنقر